شعر الست بقى نعمل في اياه فندي من الميتة يضفر يضفر وطر لو شعرها قليل ممكن واحدة تلاتة خمسة ويطربوا على ظهرها كده اخر حاجة عشان هنختم الميت بيحس ان هو بيتغسل لا بس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كسر عظم الميت ككسر عظم الحي العلماء قالوا ده مش طب ما يبقى بيحس ما لسه بقى قالوا مش في الاحساس قالوا لا ده في العقاب من عند الله صلى الله عليه يعني اما تكسر عظمي وانا صاحي وانا حي ربنا يعقبك اقابل صاحي مش اقابل ميت بص يا فندي القضية هنا عظم الميت كعظم الحي في ايه في ان ده كرامة عند ربنا وده كبيرة من الكبائل عند ربنا هتعاقب ما تقولش ده ميت بقى مش حاسس ايوة ايوة لكن واجب عننا ان نعمله برفق في كل الاوقات شوف يا فندي بستين اسماء بنت المعاملة برفق ده معنى انه بيحس لا ده تكريم لي ستين اسماء بنت أبي بكر لما جالها ابنها قال لها سيمثلوا به قالت له هليضر الشاتو ها سلخوها بعد زبحها خلص الموضوع افن عارفة لما عزكم الله تقطعي شوية ضوافر كده او شعر وترميهم واللاقي فيهم ما تحس بيهم لا ولا حاجة خالص هو الروح خرجت خلاص القضية مش قضية بدن بقى لان البدن هي ملقي الضرب في الميت حرام حرام على الصح الله يفتعليك اه وايه بقى وشوية والطراب هياكل الجسم وخلاص ملوش جزمة صحيح نشكر حضرت بني ارزقنا حسن الختام يا رب شكرا جزيلا فضلت الشيخ احمد الصباق فاصل قصير وانا عمد